تظهر هذه اللقطات فرح اللقاء بين قوات النظام السوري الهجومية ونظيرتها في الفوج 137 التي كانت تنظيم داعش يحاصرها منذ ثلاث سنوات في جيب تسيطر عليه الحكومة ويسكنه 93 ألف مدني عملية القوات النظامية السورية التي تمت بدعم وإسناد جوي وبحري ساهمت فيه فقاطة روسية بإطلاق صواريخ كروز ضد مواقع ومستودعات داعش مكبدة خسائر في العتادي والأرواح ولكن التنظيم الذي يشهد تراجعاً أمام القوات النظامية منذ أسابيع شن هجوماً مفاجئاً اليوم واستطاع حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض أن يستعيد السيطرة على المناطق التي خسرها في محيط مطار دير الزور وشطرها الغربي العملية العسكرية لم تنتهي ويمكن تجددها في أي وقت فالنظام السوري مصر على تحرير كل شبر من أراضي البلاد من الإرهاب حسب ما جاء في تصريح للرئيس الأسد الثلاثاء وتنظيم داعش يبذل كل ما بوسعه للمحافظة على موقعه في هذه المحافظة الاستراتيجية والغنية بالنفط الكريملن بدورها اعتبر فتح القوات النظامية لثغرة في الطوق الذي يفرضه داعش على المدينة خطوة مهمة نحو تحرير الأراضي السورية مما وصفه بالإرهاب أيضاً وباقتراب فك الطوق عن المدنيين المحاصرين في دير الزور تبرز إلى الواجهة مجدداً المطالب فك الحصار عن مدنيين محاصرين في مناطق أخرى في سوريا